حشود غير مسبوقة في المهرة حملت مطالبات متكررة برحيل القوات السعودية من مطار الغيظة وكافة المنافذ في المحافظة مطالبات لم تقتصر فقط على القوات السعودية والإماراتية أيضاً بل على كل الكيانات والتشكيلات العسكرية التابعة لها في المهرة وباقي المحافظات وتقول اللجنة الوطنية للاعتصام إنما طالبها هذه تأتي في سياق الرفض القاطع لانتهاك السيادة الوطنية التي تمارسها القوات السعودية والإماراتية في البلاد كما طالبت اللجنة بإقالة المحافظ راجح ماكريت وإخراج كافة الميليشيات المسلحة من المهرة متهمة المحافظة بخلق أزمة اقتصادية وأمنية في المحافظة وعلى الرغم من المطالبات المتكررة للسعودية وقواتها بمغادرة المهرة التي لا توجد فيها أي قوات تابعة لميليشيا الحوثي إلا أنها كثفت من تواجدها هناك تحت مبرر مكافحة تهريب السلاح والمخدرات يكشف موقع المهرة التي تملك أطول شريط ساحلي على بحر العرب يقدر بنحو خمسمائة وستين كيلو متر ومنفذين بريين من عمان اهتمام السعودية التي تسعى إلى ماد أموب النفط الخاص بها إلى هناك وفق مراقبين ومنذ قدوم القوات السعودية والإماراتية إلى محافظة المهرة قبل نحو أربعة أعوام زادت حدة التوتر والاختلالات في المحافظة وهو الأمر الذي دفع باللجنة الوطنية للاعتصام إلى مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وإنهاء الحرب التي أعلنتها السعودية